موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من الشرق يقول توفيت والدتي رحمها الله تعالى بعد أن بلغت مياه وثلاث سنوات فهل يجوز أن نقيم لها الثلاثة أيام والأربعين حاول تفهم وحاولوا تفهموا لأن هذه مسألة مطروحة بزاف المجتمع يما ماتت هل يجوز يدي لها ثلاثة أيام وهل يجوز يدي لها الأربعين يجوز يدي لها الأربعين الخمسين الستين السبعين يجوز يدي لها الثلاثين العشرين واش معنتها؟ معنتها إذا تقصد بالتلتيام والأربعين أن تتصدق على أمك وتقرأ عليها القرآن وتجيب جماعة يقرأوا القرآن وتديروا عشاء وتطعمون الناس الضيوف والفقراء والمحتاجين والعائلة يعني إذا تقصد الصدق على أمك يجوز تلك أيام فالربع أيام فالخمس أيام فالست أيام فالسبع أيام ولو إنسان عنده يمه ماتت منذ عشرين سنة يجوز له الآن يدي عليها يجيب جماعة يقرأوا القرآن ويهديوها الأم ويوصلها بإذن الله ويقولوا اللهم اجعل ثواب هذا القرآن لأم فلان بن فلان إذن يجوزنا نديروا تلتيام ويجوزنا نديروا ربعين ياجوز ما معنى ياجوز كلمتي ياجوز معناتها ماشي واجب ماشي مكروه ماشي مستحب ياجوز ياجوز ولكن لو اعتقد الناس أن التلتيام واجبة والأربعين واجبة محسوب لازم ربعين ماشي واحدة ربعين ماشي تسعة وثلاثين ماشي خمسة وربعين لازم ربعين لو كان من ديش في الأربعين حرام عليها أهنا تولي بدعة منكرة إذن إذا تديروها على أساس الجواز صدق على إماكم جيدا حجم ليها وبرك الله فيكم ومدى بنا كل عام تتفكروا إماكم وتجيبوا الطلبة وإقرار وتتصدقوا عليها وما تنسواها إلى مماتكم يا جوز لا شيء في ذلك ولكن لو اعتقدتم أن التلتيام أو الأربعين واجبا تولي بدعة فهمتها الله فهمنا وما تتبعوش هذا ما لم يخلطوا على الغاشي تلتيام حرام تلتيام بدعة الأربعين حرام هذا الحرام ما فيه نص وين صبت أنت ربي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وين انهانا النبي عليه الصلاة والسلام وين انهانا بالعكس لو كان نشوف النصوص نصيبوا أمرنا لما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يا سين اقرأوها على موتاكم يا سين اقرأوها على موتاكم ها تلتيام يجوا يقرأوا على الميت ويهدوا للقرآن في الأربعين كيف كيف يقرأوا على الميت وهذه عادة الشعب الجزائري يدعوا للميت يترحموا عليه بني ورتيلا قال لك يقرأوا ستين حزب ويهدوا له سبعين ألف مرة لا إلهة إلى الله محمد رسول الله وين صيبها كما هدي وين صبتوها الشعب ما شاء الله والله غير شعب ما شاء الله يصدق على الميت ويترحم عليه حتى واحد يموت يموت ماشي خايف على باله باللي عنده الأعمال تاعه الصالحة ويلا كاش ما حاجر مزبلها ولا إن شاء الله دعاوه تعلموا منين صالة الجنازة يصدقوا عليها بالمئات يزيدوا يدعوا لولاده ويقرأوا عليه القرآن يصدقوا عليه إن شاء الله يسمح له ويغفر له جاءوا حبوا يمحيوا كلش قال لك ما تترحم على الميت ما تقرأ له القرآن ما تهدي له ما تصدق عليه خلال تخليه وحق ذلك حسبون الله ونعم الوكيد حسدوا الحيين زادوا حسدوا الموت سائل من الصيف يقول أنا عامل في شركة بطولية ما حكم التأمين على الحياة حاول تفهم باش تأمن على حياتك لازم أنت تكون تعرف حياتك هذا يشعال جيب لي حياتك شعال نفتي لك هاي يقول لي شعالك نوي تعيش 40 سنة هكذا تأمن ها نروحنا للشركة تأمين وهذا التأمين لابد من أن يكون التأمين على معلوم ما نغلش نأمن على مجهول تجي لي أنت تقول يا أخويا أمن لي على حياتي وحياتك شعال أمن لك ما لحياتي هاي يقول لنا حياتك هيا كن شاطا شعال 50 سنة حياتك 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة ما أنا شعال فيه تقول تما على بلش أنا حياتي شعال هنعيش إذا لا يؤمن على الحياة إلا رب الحياة التأمين على الحياة حرام وعن اسمعت وحد أخرين بدأوا يحاولوا يصيبوا لها حل زعمة ما كاش لأنه مجهول غرر واحد يؤمن على سيارة هاي السيارة واحد يؤمن على حياته وحياته هذه كيف يعرفها كيف يقدرها كيف يقيمها التأمين على الحياة يدوا عليك درام بالك تموت غدوة غير تأمين تموت هذه العشية فطريك بالك رب يطولك عمرك إذا تأمين على حياة هذا لا يجوز يا أخي واش تأمين على حياتك أخدم أخدم وخلص وخبي درام لولادك إن شاء الله وتموت وتخلي لهم الخير والخمير ما شي تخلي لهم الحرام سائل من سيدي بالعباس يقول قمت بتزويج ابني وساعدته بمالي وما أن وطئت العروسة باب بيتنا حتى حرم علي التحدث أو السلام عليها الله أكبر يا استمعوا استمعوا رأي جاب عروسة لوليده رأي حتى ترجلها ووليده قال له يا باب حرم تهضر معها ولا تسلم عليها ولا تقعد معها ولا تشوفها هذه العروسة التاعي ما لا خبيها في جيبك علىها وحجبتها للدار وطلب منها هذا راجلها أن لا تجلس معي بحجة أني أجنبي بحجة أني أجنبي عنها لا يجوز أن تخالطني علما سيدي أنه يسكن عندي في بيتي وزوجته تقضي يوما كاملا داخل غرفتها مسكينة جابهم ضربة بأهل الحبزة وإذا خرجت إلينا تخرج بجلبابها وستارها كأنها ذاهبة إلى الشارع بينما هي لا تأتي إلا عندنا فما حكم هذا الجواب تأتي السؤال تأكي يا ولد سيدي بالعباس الجواب تأكي وفي ميلا في ميلا وعد الشيخ منور شيخ كبير مرب أولاده قعل الدين والطاعة عائلة محافظة ما شاء الله واحد مولاده ولا سلفي زوجه جاب العروسة قال ما تهدريش مع بابا شيخ الله يبارك مفوتخ خدبه بعينيها ما لا بابا أيت له قالوا يا ولدي على منعت مرتك بيش تهدري معي أناني محر من تحها وأناني باباك وأنا عاونتك وقفت معك قالوا ما يجوز المرتي تهدري معك وما يجوز لك أنت تهدري مع مرتي واش قالوا بابا قالوا ما لا تتافقنا مادم أنا حرام نهدري مع مرتك أنت تانيك حرام تهدري مع مرتي ويأمرته يمه أنت يا قلت لي حرام نهدري مع مرتك خلاص أنا تانيك حرام أنت تهدري مع مرتي وحرام تشوفها وحرام تسلم عليها وحرام تقعد معها وحرام تأكل من يدها ما كان ولو حرام حرام ومبعد فتقة شو حاوزه ويشكن عنده ما لنتماك تدخل وخاوته ويصلحه شكيفه قالوا إذا حرام أنا نهدري مع مرتك أنت حرام تهدري مع مرتي هذا رجل جاهل عليه أن يتعلم وعليه أن يتوب وعليه أن يستغفر لقد أساء إلى دينه وأساء إلى نفسه وأساء إلى زوجته وأساء إلى والده وهذا من العقوق لأن المرأة زوجة الإبن إي جزلة تهدر مع الشيخ إي جزلة حتى قد دام ممديش الخيمار لأنه محرام لا يجوز أن يتزوجها يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وينوصلنا في هذه المسائل هذه المصيبة هذه إذن هذا الزوج إذا ويسمعون عليك أن تتوب وتستغفر وتسأل أهل العلم ما تدش دينك من عند الجهال من الجهال المتعصبين الذين لا يعيفون دينا ولا فقها ولا عاقدة لك أنت في بلك وشك تحفظه ما تكمل بابك ياخذ زوجة هذه يحفظها الإنسان من الأجنبي من كيف تحفظها من بابك وإذا كان بابك حرام يهدر معها ما لأخوتك وش حكمهم ستقتلهم شف كيف يدخلوا الفتنة في البيوت يقول الأب ما يهدرش مع أوليده شت هذا الفكرة اللي جانا هذا الفكرة الوهابي المتعصب اللام الذهبي اللي ما عنده احتمعنا كيف أرد الإبن ما يهدرش مع بابه والله غير هذا القصة غير قصة واقعية قالوا قالوا يا بابا ما تهدرش مع أمرتي حرام تهدر ولا تشوفها ولا نهار كامل هي في بيت مسكينة مغلوقة عليها مغلوقة عليها يروح الخدمة يغلق بالمفتاح كيف تخلي مرة تدقى البيت بالمفتاح هاي تصرعت رايح حامل رايح يحبها تاكل ولا يحب تشوف عجوزتها رايح بابها وإمها حبوا يزوروها وإن رايحين بهذه الجنون حسبونا الله ونعم الوكيل واحد طالق مرتو ما خلت حتى أسوق وواحد غالق عليها بالمفتاح ياه الإسلام دين الوساطية دين الوساطية ما تطلق كما دار هذا الراجل ماتت مرتو هو بدأ يضحك قالوا له على شك تضحك قالوا لي أول مرة من نهار تزوج بهذه المرة راني يعرف وينهي رايحة يقصد للمقبرة هذا ما هو مقبول ولا أخر ما هو مقبول يغلق عليها ويمنعها ويغلق بالمفتاح حتى ولو يديروا حيلة يعني يدير كارط باش يشوفوا لها حلة يديرها خيط باش يشوفوا لها حلة الباب هذه زوجة ولا رأك جايب مشتبه به رأك ترقب فيه ولا كذا هتعيش سعيد حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل سائل يقول هل يكره تعليق آيات القرآن في غرفة النوم للمتزوجين لا شيء في ذلك وذهب بعض العلماء إلى الكراهة ولكن الكراهة هذه إذا أصبتها نجاسة أو كانت تغبر تتنجس ولكن الأفضل المتزوجين يقرأوا القرآن القرآن جاء ليتلى لا ليعلق لكن تتعلق آية مثلا إذا كنت تقرأها جيد إذا كنت لا تقرأها أبدا ولا تتذكر القرآن أبدا فهذا من هجران القرآن إذا من باب الحرمة ما هوش حرم ما هوش حرم وإن شاء الله الأمر خفيف ولا شيء عليكم وأن يقول ذهب بعض العلماء إلى الكراهة قالوا لأن الغرفة الزوجية يعني تنفي وقاري القرآن ويقول هكذا ذهبوا سائل يقول هل صحيح لا يصح حضور العرس إلا بدعوة من صاحبه نعم لا يجوز للإنسان يحضر العرس إلا إذا عرضوا إلا في حالة واحدة قال العلماء إذا كنت تعلم أن صاحب العرس سيفرح بقدومك لك أنا أخو يد العرس نسرنا يعارضني أنا نعبره يفرح كنجي ما عارضني شو مش غولة وانسا ما على بالوش ما تفكرني بلك ودي في بالو بلي عادي جدا أني جاي ما لن تشوف إذا كان يصر بقدومك هروح إذا كنت لا تعلم هذه المسألة فعليك أن تنتظر العزومة ولا شيء لا شيء على صاحب العرس يعني إذا انسى أو اغفل إذا كنت انت تعب لي يفرح اذهب إلى العرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر